موسيقى أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه يرجى الانتباه يا جماعة من الشخصيات النرجسية الشخصية النرجسية خطرة والشخصية النرجسية صعب جدا تقنعه أنه هو مريض ويحتاج إلى علاج لأنه ما يشوق صجك يعني عيب أصلا شلحة شي وشي يشوفها منه أنت عشان تقول أنه أنا في عندي مشكلة أصلا أنا عيب يصير فيني مشكلة تشفيكم هاي الشخصية النرجسية ترى في خلط ما بين الشخصية النرجسية والشخصية الهستيرية وايد ناس يخلطون ويحسب أن الهستيري هو نفسه النرجسي الشخصية الهستيرية يهمها نظرة الآخرين يهم الناس يشوفونها مرتب يهمها الناس يشوفونها جميلة يهمها الناس يشوفونها ملفتة للانتباه أو ملفت للانتباه يهمها لما يكون قاعد في يمعة أو في زوارة يكون هو ماكل الجو يهمها أنه هي تكون أجمل وحدة في اليمعة بالعرس تكون أرتب وحدة وأجمل وحدة وملفتة حق اللي حواليها ويتأثرون في نظرة الآخرين لهم وعندهم مبالغة في المشاعر والتعبير عن المشاعر هاي الشخصية الهستيرية وعندهم قرارات عشوائية تؤدي إلى ضرر لحياتهم ولي اللي حواليهم هاي الشخصية الهستيرية عندها حاجس نظرة الآخرين له فخلال العلاج هو يطلب المساعدة لأنه يعاني من عدم قدرته على التكيف مع اللي حواليه اللي قاعد ما بين شد و جذب معاهم أوه مقادرين يتقبلوني وأنا ماني قادر أخليهم يتقبلوني وأنا عبيهم يتقبلوني فإنش في حالة قلق لأنه مقادر يتكيف معاهم ودي يتكيف معاهم ولكن الشخصية النارجسية تكمن خطورتها في أن ما يهم نظرتك له هذه المشكلة عند الشخص النرجسي أنه آخر همه ترى الشخصية الهستيرية لو تقول لها هذا القميص مالت شنة موحلو يوم هينتهي يوقف ويمكن ديكسلف تستعد من الدوام تروح البيت تبدل ملابسها وترجع ثاني مرة لأنك بس انتقت شكل القميص أو انكبت قاوة على القميص أما النرجسي لو مو تقول لها قميصك موحلو لو مو تقول لها نكب القهوة على قميصك لو شنو ما تقول له بالنهاية الآخر همه نظرتك له الشخص النرجسي الهم اللي عنده إنه يكون مميز إجماع الشخص النرجسي يتحدى نفسه ويتحدى الآخر في إنه يكون إنسان مميز إنسان يوصل إلى الهدف اللي يبي يوصله وهذا الإنسان خطر هذا الإنسان إذا وقف جدامه يحطمك يدمرك علشان شديد لا توقف جدامه يعني الشخص النرجسي ترى لو تحط له أخطاء جدامه شديد يتوريههم إياه يقول لك أنا ما أعترف بهذا الكلام كله اللي أنت قاعد تقوله منه أنت عشان تقيمني منه أصلا منه هذا الشخص الجريء اللي قيمني فتلاقيه مستمر في محاولته للتميز ويستذبح وما يزعل إذا ما حقق التميز لا يزعل إذا لقى أحد يوقف جدامه في هذا التميز ما يقول أن أنا ما أنا قادر على هذه المهمة لا يقول أن الآخرين وهم سبب منعي للوصول إلى هذه القمة وهذه المهمة الشخص النرجسي يا جماعة يوصل في نرجسيته إلى التميز حتى في السلوك الخطأ لذلك لذلك تجنب تجنب جرح الشخص النرجسي لأن أنت لو جرحت في كلمة رح يجرحك في عشرين كلمة الشخص النرجسي يسعى إلى التميز حتى في تقليل الاحترام حتى في تقليل الأدب يكون مميز يرجى الانتباح بعد الفاصل سأتكلم بشكل أكثر عن الشخصية النرجسية وكيفية التعامل معها والخروج من التعامل معها بسلام ألكم معنا شنو معنات التميز يعني الشخص النرجسي ما يرضى في المركز الثاني ما يرضى في الرقم الثاني لازم tank 1 رقم 2 يعني أنا ما نجحت بطريقة نزيهة بطريقة فاسدة بطريقة عدوانية بطريقة مسالمة المهم أن أنا أصير رقم 1 ابشيم ابجيم أنا رقم 1 رضيت ما ما رضيت sinus أنا رقم واحد فالأحسن لكم ترضون أني أصير رقم واحد بطيبكم خاصة لما يكون الشخص النرجسي عنده إمكانيات مسؤولك بالدوام عنده ورقة وقلم بإيده أنه هو يأذيك عنده إمكانية مادية أنه هو يأذيك يدفع حق ناسي أذونك عنده إمكانية قانونية أنه هو يأذيك يلبسك تهم علشان هو يطلع رقم واحد ويطلع متميز أمام نفسه لا يهم الآخري تميز الشخص النرجسي ليس مهم عنده بالصح أو بالخطأ المهم أنه أنا أكون مميز لو قعد مع ناس قليلين للأدب سوف يسعى للتميز بقلة الأدب ولو قعد مع ناس مؤدبين سوف يسعى للتميز في الأدب يبقى يكون رقم واحد في الأدب لو قعد مع ناس رياضيين يبقى يكون رقم واحد بالرياضة لو قعد مع ناس مثقفين يبقى يكون رقم واحد بالثقافة ما يتصنع الثقافة لا يستذبح علشان يصير مثقف ويوريه منه هو مثقف ما يرضى بالرقم اثنين ولو وقف جدامه ولو شعر ولو للحظة أنك أنت راح تكون منافس له راح يدمرك والشخص النرجسي تكمن خطورته كذلك في أنه ما يشوف الإنسان هو إنسان عنده مشاعر وعنده أفكار وعنده حياة وعنده توجهات وعنده أفكار الخاصة لا وهو يجمد الشيء يجعل الشيء جماد بلا روح يتعامل مع الإنسان وكأنه شيء الإنسان حالة حال هذه النفضارة أنا أحتاج ألبسها علشان أشوف فيها ولما أخلص حاجتي منها أخليها أنا أحتاج هذا الآيباد أستعمله يأدي لي المهمة مالتي حقق لي الهدف مالي بس خلاص أعطيه حق أي أحد يحتاجه أتصدق فيه على الفقراء فقد يتصدق فيك النرجسي لأنه هو ما يشوفك عندك مشاعر وهو النرجسي لم يتعلم لم يختبر ولم يتعلم كيفية التعاطف مع الآخر ما يعرف شو يتعاطف مع الآخر شعرف ما تدرب على هالشيء من صغرة وهو تم حقنه من صغرة والنرجسية يعني مكتسبة فهو تم حقنه من وهو صغير من أبوينا أو من المسؤولين عنا تربويا أنه هو فوق الكل أنه لا يوجد أحد فوقك ولا يوجد أحد لحق وأي انتقاد لا أحد لحق ينتقدك أي انتقاد يتم التعامل معه كتعامل شخصي انتقاد للشخص وليس انتقاد للفعل يعني لو قلت له أنت أسرعت مروريا هلك مخالفة مرورية هو يعتقد أن هذا هجوم على نفسه لو انتقدت تصرف معين أو قرار أو اتخذ قرار خاطئ بالدوام بأي مكان بالدوانية يعني أي قرار يعني عادي بشر كل واحد يقول قرار يسوي قرارات خاطئة أو يتراجع عنها لو اتخذ قرار خاطئ ووضحت لهذا القرار أنت توضيح يعني مجرد توضيح حبا فيه تلاقي يعامل هذا الانتقاد وهذا التوضيح كهجوم شخصي عليه فتلاقي شرس في الدفاع عن نفسه يستميت للدفاع عن نفسه مشكلة النرجسي مو مشكلة النرجسي مشكلة الناس اللي يتعاملون مع الشخصية النرجسية أنهم يقعون في فخ هذه الشخصية ما هو هذا الفخ؟ الفخ أن الشخص النرجسي يظهر أمامك إنسان واثق من نفسه وإنسان يعرف ماذا يقول ويعرف ماذا يفعل بس أنت توك متعرف عليه أنت ما تدريش تسالف أنت ما تشيت بالفخ ما لا يعني توك في البداية فتلاقي عندك رزمة وجذاب ويسحرك في كلامه ويخليك تضرب أخماص في أسداس من العصف الذهني اللي يسوي لك إياه وتلاقي عنده الأسلوب ماله في الحديث والأسلوب ماله في التواصل مع الآخرين أمامك تقول هذا إنسان لا هذا ما بعد أحد ولا قبل أحد فتكون معجب بهذه الشخصية مع الوقت مع استمرارك بالعلاقة مع الشخصية النرجسية تكتشف مع الوقت أنك أنت دخلت في أسر هذه الشخصية ليش؟ لأن أنت لما تثق طبيعي لما تثق في إنسان تتحدث مع هذا الإنسان عن الأشياء التي أنت مضايق منها عن عيوبك الشخصية عن عيوب تعاني منها مشاكل في الأسرة فتكشف أسرارك مع هذا الإنسان لأنك وثقت فيه فتكتشف مع الوقت أنه قد يستغل أسرارك فبالتالي أنت صرت أسير حق هذا الإنسان النرجسي لا تخضع إجماعة مهما كان ماسك عليك ممزع مهما كان عارف أسرار عنك مهما كان إنسان لحيمنة وسيطرة على حياتك لا تخضع إذا اكتشفت أن هذا نرجسي وبدأ يسيء التعامل معك أسحب نفسك من سحاب تكتيكي أنا مشغول أنا مع الوالدة أنا مع الوالد صدق راح يزعل لو تقول أنا مع الوالدة ومع الوالد وإذا كان هو محتاجك صدق ما يهمه لو والدك أو والدتك لا سمح الله لا سمح الله يعني يعانوا من مرض معين تواقف معاهم وقلت له أنا معهم وهو محتاجك بيضايق حتى لو قال لك يا الله ما تشوفوا نشروا هذا راح يضايق فيرجى الانتباه ننتبه ونحذر من الشخصية النرجسية وقتك ملافق